القمة الإيطالية بين نابولي و ميلا تنتهي بالتعادل الثنين اثنين بصراحة شوط الأول متاعه هو مستوى المتفاعة ما شوط الأول متاعه منخفض شوية ولكن برغم من ذلك استمتعنا بمبارات جميلة باش نحكي عن الماتش هذه تكتكيين أول حال ذلك وما تفرشين تعملت شابوني لشين وذين الفيديو بين الأول نابولي كان أفضل بصراحة خلال المقابلة نابولي كان أفضل نابولي كان يستغل في المساحات الوزع فابين لويز و زيلنزكي و انسيني مرات كان يتراجع لوسل الميدان ومساحات الوزع خلالها برغم من أنه ميلان كان يتراجع دفاعيين كان يتراجع دفاعيين يحاول يقع بتكيين 4-3-1 ميلان لكن برغم من أن يجعل مساحات يوصل الميدان برغم من وجود كيسي وبالناصر فم مساحات يوصل الميدان ومشيكل الوزع للميلان بصراحة لم يظهرت شا ما شكل كونتر اليوفي مظهرت ش كونتر لاتسيو اما اليوم كونتر نابولي ظهرت ظهرت انسيني في وصل الميدان وفي مساحات واسعة برغم من وجود كيسي وبالناصر لم يكنوش باهين في المركاج بصراحة اليوم الناجم يقول اللوم عليهم صفة كبيرة خلال مقابلة هذية وبالناصر واللاعب كيسي وايضا شوية اللاعبين اخرين نزلت على الهجوم لانه ممكن يتراجعوا اليوم باكيتاري بيتش الكل ممكن يحاول يتراجعوا لكن برغم من ذلك مسكروا مش برشة مساحات المشكلة الكبيرة كانت في الميناء الميناء كانت تراجعوا في عين يحاول يلعب تكيس 4-4-2 معناه كل اللاعبين الاربع متع وصل الميدان مرمين على المساحات اللي خلاله في وصل الميدان خلاله بجع مساحات وصل الميدان نادي نابولي يحاول يستغلها وجب برشة فرص خطيرة لانه انسين كيف يخلق وصل الميدان لعب نادي نابولي على وصل الميدان لعب على الاجرحة متاعه وخذابه شوفوا رس جيو برشة فرص نادي نابولي فيا القرح الدوناروما وفي الامطال الأخيرة والمساء الأخيرة يغب الجيو برشة نادي نابيوا وبرقا للوقاته ذاكال الى الكل وقتة đến ان الذي نادي ناسم كان يدراجع دفاعيا كانا يداعب تشكيلة 4-1-4-1 دفاعيا نادي ن Tank الفلات التشكيلة 4-3-3 ذاكى نادي نابيوا اذا الرجأت تشكال 4-1-4 1 الدفاعيا تبقى من نابي النابي نابيوا المغرب كل شيuerdo مفهمش نفس معناه بالنسبة للنادي الميلان هجوميا كهوغولو في وصل المايدان مفهمش حلول الميلان لكن كل جي كالباس بتاع بالناصر في العمق متاع الدفاع تغلط كل شي تغلط كل شي نادي نابولي عفوا تغلطهم الكل جي كرة في عمق الدفاع وهدف اول للميلان يعني ميلان يأتي من في صعب حقية يعملها في عمق الدفاع تضرب نابيلي كل من الكل والجي الهدف الاول مع ساعة الميلان لابولي يجي من خمم نابيلي يجب أن يخم المال من استخدام برشا الاختار برغم من دفاع المنظم لكن كل لحظة الليكي تغفر فيها يتبالك الهدف هيدفين بي أرى الجمسية كونتر البرسع الان هل نحكي له عن نابولي في شرب كونتر البرسع في شامبيونز دي بشي لعب لقاء ساعة برشا أبا في ملعب كامب نو معناه اذا ما تركز الساعة تشوف اختار الدفاعي كيف تصلحه وتسعى الهجوم لانها يجب ان تسجل في الكامب نو بما انها قبلت هدف في ميدانها في استاديو اولمبيكو معناه يجب ان تسجل هدف في الكامب نو ونشر اخرى يجب ان تقبل اهداف لانه في الدفاعي موش شكل كبير موش شكل كبير في الدفاعي موش شرح له لكن صراحة هجوميا ينجب ان يقضم اداء جيد كونتر البرسة لانه هجوميا يستغلك المساحات اللي خلي فيها الدفاع المنافس والبرسة بما انه دفاعي على قده معناه ينجب ان يستغل الاختاء اللي يعمل في ان يدي البصرة بكثيف ولينا لقاء الذهاب كيف يستغل خطاء معناه هدف اللي يسجلوني لنابولي في الذهاب في انتيجة واحد واحد استغل خطاء من دفاع البصرة في الوقت البصرة كان افضل شوية من الوضعية ذي لكن في الوضعية ذي البصرة زيتها البصرة المستمتاع منخفض برغم العادة مقابلة البيرح مباشرة شوية مقابلة بلد الوليد لكن برغم نره لطائح والطائح باشروني من المقارنة بالعادة هذاك يعج معنى الينابولي ينجب ان يستغل ويسجل 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 ولا يترشح معنى ليه ليس في صعيف ترشح عن رابط دينابولي كما معنى الينابير باشروني مشروقه الذي تشوفوني في المادش اليوم نجعل الموضوع عن تغلالي لما يستغل الخطاء في دفاع النيدي نابولي سجل هدف ببعض مقابلة واسة نادي ميلان متلاجع حاول نادي ميلان نسلح الأخطاء الدفعية في وسط الميدان حاول يسكر على اللاعب فابيرانو لويز و اللاعب زيلنسكي وانسيني ما خلاهمش يتمعوا أغلهم في وسط الميدان لانه انسيني اليوم وكالي خون كانوا يتملكزين في وسط الميدان ونخلين ميلان في حمق الدفاع الميلان هذه الخطة انسيني او كاليخون يتمركس في وسط الميدان يخرجوا لعبين اخرين يخرجوا لعبين اخرين المرتينز ويخرج المرتينز ووقتها كاليخون وانسيني ينطلق وسط الدفاع من الميلان ينطلق المنطقة الجازين معناه ويخلق اختار هناك برشا في السخطيرة النابولي اليوم خاصة بقية انسيني وبقية فابينو لوريز وبرشا لعبين اخرين بالنسبة لنابولي الميناء اخرجوا لعبين اخرجوا برشا ولكن برغب ان اخرجوا بهدف واجه الهدف الاول نابولي عن طريق كرة ثابتة حاصل دونالوما حسنين ستصدها واجه الهدف الاول لمصلحة نادي نابولي واحد واحد النتيجة وبعد نهاية جملة فنية امتازة برشا في الشوط الثاني بصراحة معناه لعب من التينز لعب ومتاز اللعب من التينز تلقاها جبال يوسرى جبال يومنا تلقاها يحاول يتخلص من المركاج معناه لدي نابولي يوصل الكرة للجناح الايمن يوصل الكرة الجبال يومنا لعب مرتينز يعرف كيفش يدب لاسي يعرف كيفش اخوا كرة في منطقة خارية من اللاعبين معناها عمل دي مركاج كامل لعب مرتينز خذيه كرة وحاطه فشي باك لعب ممتاز برشا لعب غلد دي نابولي نادي مينة نعفوه غلد دي نابولي ناديمين جملة خرجه معناه من التركيز متاعهم كانوا مركاجون على مرتينز لكن مرتينز معناها بسرعة متاعه الحياوين تاعه خذاء الكرة ببنية الخطوط نادي ميلان وحطت الكرة في الشيباك 2 و 1 بالنسبة لنابولي نادي نابولي معناها منتصار 2 و 1 و بعد نادي ميلان حاول نادي نابولي مساكة كل شيء في الدفاع تخلي اللاعب بوفنتور معناها كلاعب اذكا خذاء كرة في وسط ميدان في مساحة ضيقة على الأخر معناها تبقى الكرة بش تفاكله صحيح لكن نادي نابولي ارتكب الخطأ لعب بوفنتور حاول يتقدم شوية الهجوم حاول يلعب شوية في المنطقة الدزوية بتجي كرة من بن ناصر ولا كيسية بطبيعة لأن كل اللاعبين نابولي مقدمين 4 و 1 4 و 1 بتجي كرة من كيسية من بن ناصر خطر بن ناصر و كيسيكنا يلعبوا له خطوط نادي نابولي بجيت كرة من كيسية من بن ناصر ويتحسى هذا الجزاء والتعادل يجي ميلانو به تعمل فهنا شوية تغييرات لكن كلها ما نفعتش اللقاطة حضيت من نابولي يحاول يستحوظ أحاول يعمل فرص لكن ميلان تسلح من المنظومة الدفاعية ما عادش مخلي برشة مساحات فرص الميدان كما في شرط الأول تحسن من المنظومة الدفاعية ولكن جاء تعادل بين الفريقين اثنين نتيجة نابولي شوف اللقطة هذية من المقابلة يتبين لك الخلال في دفاع نابولي شوف برغم ان تريد كيسي وبالناصر تريد كيسي فيش يعمل هنا تريد كيسي يعمل يجعل اللاعب هنا في ربيان ملويز وحده شوف ربيان ملويز في مقابلة من أجل فرصة أن يتحوظ فرصة جيدة بالنسبة للنابولي معنى كيسي يقدم هنا يجعل اللاعب في ربيان ملويز وحده شوف الميساحة الكبيرة في وسط الميدان معنى انت تريد كيسي تخلي الميساحة خالية لنابولي هذا المشكل مع الميلا ولكن من حوص نحظ الميلا أن نابولي لم تستخدم أخطأ هذه اللي عملها لقطة أخرى من نفس اللقطات انسيني هنا واحده في وصل ما يدف المسيحة الخالية بالنصر هنا مفماش بالنصر يعمل بالضبط لهنا معانا هنا في شوية اخطاء قاتلة من نادي ميلان اللي عملها في الدفاع اليوم يجب أن يحسن في موضوع نتاعه الدفاعية إذا كان حبي نفسه على السيريا الموسم القادم برغم انت حسن الايداء الميلان قلنا الميلان ولا احسن برشا صحيح حسن برشا الميلان لكن يجب أن يصل على اخطاء دفاعية بتاعه لكن صراحة حسن برشا خاصة بعد عودة كورة القدم فائز على اليوفي فائز على الراسيو معانا هناك حق نتائج مذهلة ومتازة برشا نادي ميلان ولكن برغم ان يحسن في الموضوع الدفاعية بتاعه إذا كان حبي نفسه عمل الجاعة السيرية باللقطة الثالثة التي تبين لك الهدف التالي للميلان كيفاش كورة جات في العمق اللي هنا لللاعب الريبيتش معانا كورة جات في العمق اخترقت كل دفاع نادي نابولي خطاء وارح من دفاع نادي نابولي هنا في المركاج على اللاعب الريبيتش ياخد كورة يخرج كورة للنديز والنديز يسجلها بطريقة جميلة جدا في اللقطة الثالثة التي تبين لك راكل الجازاء اللي جاية شوف اللاعب الريبيتش في وسط الميدان في مساحة ضيقة اخذار رابط جازاء تقدم من قدام فهمتش معانا كاليدوك وليبالي باش نوعي بضعو تبعانا هنا كيفاش معانا يخلى اللاعب الريبيتش تقدم ووصل للمنطقة جازاء والتركب الخطأ وهدف من رابط جازاء للميلان اكيان وصنيات حلقة قريمة تشعبوني لشين وضعن الفيديو تبحالها خينس للكم نتلقاه في موعد الرابي شكرا